مرحبا يا حلوين أهلا وسهلا بكم مرة تاني بقناتي فيديو لم أحبت أحكي عن منتجات جربتها من ديور باكستيج واللي هي البراند الفرعية أو لين من شركة ديور المعروفة ولي نزلوها تحديدا بسنة 2018 ووصفي المنتجات هذا اللين إنها بروفيشنل وهي مستوحة من المكياج المستخدم بعروض الأسياء وتقريبا هي موجهة للناس اللي أعمارها شوي أصغر أشكال المنتجات بتيجي شوي كيرلي إذا بتلاحظوا ومنظرهم بيختلف نوعا ما عن منتجات ديور قوادنا عليها إنو يجي شكلها لكجوري أكتر من هيك فزي ما شايفين الباكيجينج جاي سمبل بالنسبة لهذه المنتجات في يعني دايما بلت ستيور أو حتى كتير منتجات من عندهم بيكون فيهم راي بس بمنتجات الباكستيج ما في مراية لأنه يعني سعرهم أرخص مقارنة بالمنتجات العادية تاعتهم بس بصراحة إياريت لو حطيني مراي فيهم لأنه هذا الإشي كتير بسهل استخدام وحتى لون التغليف جاي سيلفر أما المنتجات اللي مش من هات اللاين تغليفها بيكون باللون الأزرق الغامع بفيديو اليوم رح أحكي عن 6 منتجات أكيد الفاونديشن من ضمنهم لأنه كتير منكم نصحوني فيه كمان رح أحكي عن بلت أي شادو وبلت هايلايتر بالإضافة لمنتجات الشفاف كان نفسي أجرب البلشر بس للأسف ما لقيت منه فبلكي لأدام إن شاء الله قبل ما أبدأ بالحكي عن أي منتج لو سمحتوا أعملوا لايك حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس وكمان إذا بتحضروا قناتي وبتحبوها ولسه ما اشتركتوا وما تنسوا إنكم تعملوا سبسكرايب وزي دائما لينك الإنستغرام وأسماء المنتجات كلها رح تكون بصندوق الوصف ويلا نبلش الأساس واللي هو الفونديشن واللي اسمه ديور باكستيج فيس أن بادي فونديشن هلا هات الفونديشن ميستو إنه بضل ثابت فترة منيحة بيجي سويت بروف ووتر بروف يعني مقاوم للمي وحتى لو عرقته بضل مكانه بس طبعا لازم تثبته ببودرة صراحة أنا جربت أطلع فيه يوم كامل تقريبا وأنا لابسة كمامة وتوقعت إنه يروح صراحة بس اتفاجأت إنه ضل مكانه وحتى كمامتي ظلت نظيفة يعني ما وسخري الكمامة أنا بشرتي مختلطة هم حكيين إنه لكل أنواع البشرة بس أنا مش كتير بنصح فيه للبشرة الدهنية لأنه الفينش تاعته فيها لمعة يعني بيعطي جلو للبشرة والحلو فيه إنه ما بتأكسد دمجه كتير سهل وأنا بستخدم بيتي بلندر حتى أدمجه أو وزعه على بشرتي ببين كأنه بشرتكم ما عليها إشي بس شكلها أحلى ولونها موحد أكتر هم حكيين إنه تغطيته من متوسطة لكاملة لكن أنا برأيي تغطية تاعته خفيفة لمتوسطة يعني إذا عندكم كتير عيوب البشرة وحابين تخفوها كلها فما رح تحبوا هذا الفونديشن هلأهم حكيين إنه إذا بتكم توصلوا للتغطية الفل لازم تستخدموا في الشاي راوند وتحطوا طلط طبقات من الفونديشن أنا حسيت إنه الموضوع كتير بطول هيك خاصة إذا كنتم مستعجرين وبتكم تطلعوا مكان بسرعة حلو فيه إنه نازل منه 40 درجة فسهل كتير تلاقوا لوني ناسبكم درجة اللي أنا بستخدمها هي 1C طبعا حاطين إنه لازم ترجو لعالبي قبل ما تستخدموا كنت أتمنى لو إنه معه بمب لأنه أحيانا بطلع كمية أكبر من المنتج اللي أنا بدي أستخدمه طبعا حجمه 50 مل كتير منيح الحجم لأنه الستاندرد لأغرب الفونديشن هو 30 مل طبعا ممكن تختلف تجربة كل حدا عن تجربتي بس أنا كتير حبيت هذا المنتج وكمان هو ممكن تستخدموا للجسم وهلا سروت أحكي عن البالت اللي جربتهم وأول واحدة هي Dior Backstage Eye Palette ودي رح أحكي عنها تحديدا هي Amber Neutrals ورقمها 3 حبيت أجيب واحدة تزبط مع أغلب ألوان البشرة يعني بحسها حلوة للناس البيض الحنطيين حتى إذا بشرتكم سمرة ألوانها مناسبة صراحة كل البالت اللي عندهم حلوين في 6 بالتات كل بالت فيها مجموعة ألوان مختلفة وفيهم برايمر للعين هاد الإشي كتير منيح وكتير حبيته طبعا البرايمر بيخلي الشدر ضل فترة كتير طويلة وبيخلي الألوان تبين أو ضحة العين مع أنه أصلا البالت ألوانها كتير pigmented يعني بس لو تلمسوها لمسة خفيفة بتلاو أنه أصابعكم صار عليها كمية منيحة من المنتج انت مش بجنن حتى جربتهم بدون برايمر ضلوا فترة كتير طويلة وما تحركوا أبدا من مكانهم البالت خرافية برأيي فيها أربع ألوان مات أربع ألوان شمر كلهم حلوين وحاطين أنه ممكن تستخدموهم كايلينر لأنه هاي البالت بتيجي multitasking الألوان تاعتها بتيجي دهبي كابري وألوان ترابية فيه كمان ألوان ميلة الأحمر زي ما شايفين كلهم بجننوا برأيي ومناسبين للاستخدام اليومي وإذا عندكم حفلة ممكن تعملوا بهاي البالت dramatic look حبيت أفرجيكم أنه حتى بمي ميسلر ما بيروحوا بسرعة مع أنه بدون برايمر يعني بنصحكم تستخدموا مزيل مكياج قوامه زيتي لما تحطوا من هاي البالت بس فعلا ياريت لو فيها مراية والبلت الثاني هي Dior Backstage Glow Face Palette واللي أنا جبت منها اسمها Pure Gold ورقمها هو ثلاث طبعا نازل منها خمس درجات حسيت برضو هاي البالت بتزبط لكل ألوان البشرة لأنها جاي درجات اللون الذهبي زي ما شايفين أتوقع أغلب الناس أصلا بيحبوا الهايلايتر بهذا اللون أنا صراحة الذهبي هو لون الهايلايتر التوب عندي هاي البالت فيها لونين شمر لونين متالك بس برأيي حتى المتالك فيهم شمر كتير صغار لعكس الإضاءة فيعني هذا الهايلايتر ما بعتبره الاستخدام اليومي أكتلا عجبني هو اللون البلاتيني اللي تحت وحسيته كتير حلو صراحة وأقل واحد فيه شمر من بينهم كلهم طبعا هاي الألوان بتقدروا تستخدموها كأي شادو كمان شكلهم بيطلع كتير حلو صراحة أنا كتير عجبني اللون البرونزي كأي شادو دمجتهم بجنن لمعتهم قوية وبرضو بيجمنتد فيعني ما في داعة كتر منهم حتى يبين اللون معكم كتير حبت ألوان هاي البالت وعجبتني الدرجات اللي فيها كنت محتارة صراحة بينها وبين بلت تانية اسمها روز جولد واللي هي كتير مشهورة من عندهم أتوقع أنها البستيلر حكول إذا جربتوا هادو البالتات إذا عجبوكم كمان اكتبولي وهلا سروت أحكي عن منتجات الشفاف اللي جربتها من هاد اللاين ورح أبلش بأكتر منتج حبيته واللي هو الليب ماكسيمايزر طبعا هاد عبارة عن جلوس بيعطي شوي نفخ يعني بيرجع الفولنس والفوليوم الطبيعي يعني ما بيعطي شكل أوفر أول ما تحطوه دغري بتحسو زي شعور تنميل أو يعني تنكلينج في نص ما بيحبوا هادا الاشي بس أنا حستوه ما بيدعي ريحة تعد هاد المنتج هي نانع ما بتيجي كتير قوية يعني الفولم اللي حستها حلوة ما بتدبأ وما بتيجي تقيلة أوفر وكمان بتعطي ترتيب حلو إذا كان عندكم شوي نشفان هذا المنتج بيحتوي على الهيلورانيك أسد واللي كتير معروف إنه بيحافظ على طوبة البشرة بس أكيد إذا عندكم نشفان زايد وتشققات ما رح يفيدكم هذا المنتج الأبليكيتر تاعته جاي صغيرة وما بتكون كتير فلافي سهل توزيع المنتج فيها درجة اللي رح أحكي عنها اليوم رقمها 12 واسمها روزوود بيجي لان نود معي للوردي فيه شمري كتير صغير يعني يضب بينه هدفهم بس إنه يعكسوا الإضاءة حتى يزيد لمعة لغلوس الثاني منتج هو الليب غلو أويل واللي كتير حكيت عنه على قناتي هذا المنتج حلو بس عجبني اللي قبليه أكتر المهم هلأ هو أويل يعني زيت بس الفورميلة تاعته بتيجي بين قوام الجلوس والزيت بيجي قوامه أخف من الجلوسات العادية ولا مع تاعته بتعطي هذا الويتلوك فيه بو كوينات وزيت الكرز هذا المنتج بيتفاعل مع كل بشرة بطريقة غير حسب كمية الترتيب أبدا ما بيدبأ أبدا ما بيجي سميك ريحة تاعته ميكس بين الفنيلا والنعنع بيعطي ترتيب شوي يعني اخف من الليب ماكسيمايزر ويعبي الخطوط الصغيرة إذا كانت موجودة عندكم الأبليكيتر كتير فلوفي حجمها كبير زي ما شايفين وجاي فيها طعجة وشكلها كتير كيوت منمسها كتير نعم برضه درجة اللي عندي رقمها 6 واسمها بيري هاد أغمق لون من الألوان اللي عندهم بس ما هيك لونه مش كتير واضح وتحسوا ماير شوي للبينك لما تحطوه أما آخر المنتج رح ححكي عنه اليوم هو الليب كلوبان زي ما شايفين لونه جاي بينك وشكله كتير جيرلي من برة هاد غيروا الفورميلاتاته قبل كم شهر وغيروا كمان الباكيجينج وحطوا عليه اسم البراند من برة فشكله صار كتير أحلى هاد ترتيبه أقل من المنتجين اللي حكيت عنهم قبله يعني ترتيبه جدا خفيف لون تعوه برضه بيتفاعل مع كل بشرة بشكل مختلف فيه 97% من المكونات الطبيعية كمان فيه زيت الكرز وزبدة الشيعة لونه اللي بيعطيه كتير هادي كتير طبيعي وإذا بدكم يكون واضح لازم تزيدوا عليه أكتر من مرة بس الحلو فيه أنه مهما كترته ما بيطلع شكله سميك وما بيطلع شكله أوفر هاد الإشي كتير عجبني فيه وبرده ريحته زي اللي جلوس يعني بتكون مكس بين الفانيلا والنعنع درجة اللي عندي اسمها راسبيري ورقمها سبعة جاي لون فوشي تقريبا بس ما تحطوه بيعطي هيكلون بايبي بينك شكله كتير حلو طبيعي صراحة أغلب المنتجات عجبوني من هاد اللاين وممكن أرجع لقدام أجيب ألوان تاني منهم حكولي أنتو إذا جربتوا أي منتج من لاين ديور باكستيج وكتبولي شرائكم فيه بالتعليقات وبس هكما نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم بتمنى يكون أعجبكم وإذا عجبكم أكيد ما تنسوا تعملوا لاعيك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي أشوفكم بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر